اشتركوا في القناة بشكل متشنج وعنيف اليوم حبيت اتوانسا يسمعوا مني دون وسيط نحب نتواصل معهم بشكل مستمر بالصوت والصورة والكلمة الصادقة قبل كل شي مش صحيح اني رجعت المشهد السياسي الان اللي يتصور انه السياسة فقط هي الظهور في وسائل الاعلام من بلاتو البلاتو غالط الفعل السياسي ما هوش ادارة الحكم فقط الفعل السياسي هو ادارة حكم ونشاط معارضة ومراقبة هو عمل ملاحظة ومتابعة هو تأثير وتكوين وتأهيل انا ما غادرتش الحياة السياسية بش نرجع لها انا فقط اخترت اني نمارس السياسة بشكل اخر واولها الامتناع عن الانخراط في الضوضاء والرداءة والمعارك المفتعلة اخترت بش نتأمل ونراجع ونقيم تجربة ونحدد الاولويات ونتحدث مع الجميع ونفكر في المستقبل بشكل هادي اخترت اني نعاود نكتشف السياسة دون ضغط الحكم والمعارضة والاعلام والاحزاب وكانت والحق يقال تجربة كبيرة وثرية اللي سمحت لي اني نعاود نكتشف السياسة ونعاود نكتشف بلادي تونس فمشكون يعيب علي غيابي في فترة اللي اجمعت تونس بكلهم على ردائتها يعيب علي اني رفضت المشاركة في تأزيم الاوضاع يعيب علي اني تعففت على المساهمة في اي شيء ممكن يزيد من تعميق غراح الوطن اللي يعتبره البعض عيب انا نعتبره شرف ورحة ضمير البلاند كانت المعركة فيها مفتوحة وعنيفة بين السلطة والمعارضة وفي داخل الاحزاب والاتلافات الحاكمة وبين حتى المؤسسات والشخصيات الكبرى للدولة كان المشهد مزدحم وما يسمحش بمكان تحت الشمس للأصوات الهادئة ولمن يرى في الدولة أدات للنفع العام مش قدتوا نتعاركوا عليه وعمري ما كنت نبحث على تسجيل الحضور وخطف الأضواء والإساثار بالاهتمام وما نيش باش نتغير بحول الله كنت نخدم في الدولة وعندما خرجت منها ما سعيتش للتشويش عليها أو تعطيل أعمالها والإساءة لمن يحمل أمانتها الثقيلة مسألت الانخيرات في الحياة العامة ورثتها عن مفهوم الدولة الوطنية وهي التفرغ لخدمة الناس ونفعهم مش تصفية الخصوم وتغذية التجاذبات وإغراق البلاد في الأزمات بالنسبة لي الأمانة المسئولية يجي وقت رجح الأصحابها واليوم من الطبيعي أنه بعد مرحلة اللي هي مرحلة المراجعات والتفكير والاستشارة والإعداد جاء وقت الفعل اليوم عندي ما نقدم لبلادي عندي ما نفيد عندي ما نقول لتوانسة خاصة في المسائل الاجتماعية وقفة المواطن واحتياجاته متاع كل يوم اللي هي الأشياء اللي تهمني قبل حرب المواقع والنرجاسيات فما حاجة ما تغيرتش فيها منذ تحملت مسئوليات عندها علاقة بحياة المواطن متاع كل يوم هي أني نفضل أني نكون قليل الكلام وكثير الفعل ما نستعملش الكلام باش نبيع الوهم للتوانسة نخدم ونجتهد في صمت باش نوفر أسباب العيش الكريم للتونسيين ولكن في المقابل اللي يتغير فيها اليوم هو نوعية الحلول وطريقة المعالجة بالنسبة للمشاكل وتوظيف الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية والقانونية لأن العالم قاعد يتغير بنسق سريع واحتياجات التوانسة تتغير وتكبر اليوم نقف قدام التوانسة ونعرف بحول الله أني مانيش باش نضيع لهم وقتهم مانيش باش نزيد في أحباطهم اليوم جاي بحول الله نبث في أمل ونساهم في تطوير الخطاب والارتقاء بمستوى المنافسة ونركز على الأولوية المطقة اللي هي كرامة التونسي وتحسين ظروف عيشه وربي يحفظ بلادنا